ولا نزال مشاهدين في أحضان البيت الخليجي فدول مجلس التعاون الخليجي مرت بمحطات تقاطع فيها الإرث الثقافي بالعديد من العناصر الثقافية بكل ما تحتويه من إرث حضاري عريق بتعاون ثقافي وفني وإعلامي ولازال يجد مكانا في قلب ووجدان أبناء دول مجلس التعاون المزيد في سياق تقريرنا الآتي للبيت الخليجي أركان من ذهب أرست قواعدها أسس راسخة على مدى ثلاثة عقود من العمل الخليجي المشترك اللحمة الوطنية الخليجية أدركت منذ نشأتها ضرورة تعزيز الهوية الوطنية الخليجية بتنوع ثقافاتها وإرثها التاريخي والحضاري المشترك وإيجاد السبل الكفيلة بغرسها في النشأ فنوات العمل الخليجي المشترك انطلقت عبر سياسات ثقافية مشتركة بين دول مجلس التعاون الخليجي حرصت على مواكبة التطورات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية من خلال خطة تنمية ثقافية أقرها المجلس الأعلى لمجلس التعاون للدول الخليجي العربية في دورته الثامنة التي عقدت في الرياض ديسمبر عام 1987 فمشوار العمل الثقافي الخليجي المشترك ارتكزت أهدفه في إثراء شخصية المواطن وبناء وعيه وخدراته على مواكبة التطور الإنساني وتطوير البنى الفكرية بوصف الثقافة أساسا لتماسك الأمة وحضاراتها وتنمية العطاء الحضاري وتعزيز الهوية الحضارية العربية الإسلامية وتوطيد المضمون القومي الإسلامي وخطى المجلس أولى خطواته في العمل الإعلامي الخليجي المشترك من خلال التوقيع على اتفاقية إشاء مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ليصبح البيت الخليجي المشترك مؤسسة إعلامية خليجية حقيقية هدفها إنتاج برامج إذاعية وتلفزيونية مشتركة تبرز السمات المميزة لشعوب المنطقة وتتفاعل مع مشاكلها البيئية وتحاول التعريف بأمجد وبطولة شعوب هذه المنطقة وربط تاريخها الحديث بتراثها القديم وتظهر مختلف جوانب ومجالات الفنون والآداب فيها وتستمر عجلة النشاطات المشتركة بين الدول الخليج العربي من خلال تنفيذ عدة نشاطات ثقافية تقام دوريا في الدول الأعضاء تشمل مجالات الفنون التشكيلية والخط العربي والثقافة العامة والإبداع والنقط الأدبي وثقافة الطفل وتدريب الإداري في مجال تنشيط العمل الثقافي والعمل المسرحي والأغنية وغيرها من النشاطات هوية خليجية واحدة وإرث ثقافي هو نتاج لتاريخ بانورامي مشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي كانت ولتزال مشعلا مضيئا في طريق مسيرة خالدة لشعوب النشاط أجيالها على أعمال ونماذج للعمل التربوي المتكامل كبرنامج افتح يا سمسم وصوت مقدمة البرنامج الصحي سلامتك ترجمة نانسي قنقر